ياه! ده كان دكتور خنيق! خنيق! إذا أمش عرف إزيه أصلاً كنت بأخضر الشيء الشاب بتاعتي تعرفي إنه سابق كلية؟ سابق ليه؟ مش عارف أباين سافر الخديج، برا مصر، حاجة زي كده يعني يستلقوا أعدهم بلا هيجوا من بعدنا عايزين نبقى نتجمع كده كل فترة يا جماعة القعدة حلوة بتخلي الواحد عنده طاقة وبنتكلم وبنرغي وبنسترجع الزكريات والله إيه محتاجين نسترجع الزكريات حك بنا الزكريات؟ إيه ده إيه ده؟ تظهروا كمان قعدنا بتتحكي؟ ده إيه الصدف دي؟ هاي عاملين إيه؟ هاي إيه رفعت الحبيب دي فيه؟ هتعطبي ولا إيه؟ بس إيه يا بنتي هدوني إيه ده؟ أبقى فينا كده؟ ناساترة هتضرع بينا إيه اللي جاب؟ جابني فين؟ أولاً أنا من كترة ما بقعد هنا واعتبر الكافدة بتاعي سنعم من الستوريز اللي قارفانا بيها للنهار ده أنت متابع بقى؟ اه متابع بقى مش واخد بالك ولا إيه؟ طيب وفي حد يجي يطب فوق دماغ حد كده يعني مش بنتصل نستأذن يعني ولا تحرجني قدام صحابي ولا إيه نظامك؟ نظامي؟ أستأذن من إيه؟ وأنا جاي بيتكو وهدين صحابك أصلاً هيموت ويعرف إحنا بنقول إيه يا سلامي يا أخوة يا الله بص ده يعني ما هتطلع علي يا بيه اليوم عادين بيقولوا مين هو ده المز اللي هي وقفة معاها ده انت عبوتي أنا؟ من غير التسول بس ومد إيه؟ يعني أنا ضرب المشوار ده كله عشان أجاعد معاك وقولك تساعديني هتتكلم معاها بطريقة العرة دي هو أنت لسه شفت عرة؟ ولا شفت تسول؟ طيب أنا عايزك بحوار مهم بجد والله مش بحوار بحوار مهم بجد ها؟ ما عالسش يا بنات خمسمائة وارجع لك من الزمي